نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بتعاون مع محافظات الغربية احتفالية بالمركز التقافي بطنطة لدوي الهمم خلال تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المصلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من دوي الهمم وانتلاق من المسئولية الاجتماعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيجسير لهم في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من دوي الهمم وانتلاقاً من المسئولية المجتمعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية بالمركز الثقافي بطنطة للأبناء من دوي الهمم خلال تسليمهم شهادات الآفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية وألقى الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة وما قامت به إدارة التجنيد والتعبئة من جهود خلال دفعها للجان التجنيدية بمقر تواجد الأبناء من ذوي الهمم لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية كما ألقى العميد محمد صبحي مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم للتيسير على أبناء الوطن من ذوي الهمم واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بأبنائنا مما يسهم في تعميق علاقة الترابط بقواتهم المسلحة وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات فنية قدمها عدد من الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفي إطار أسري ومناخ ساده المحبة والاعتزاز بين القوات المسلحة والأبناء من ذوي الهمم تم تكريم الأبناء وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم من جانبهم وجه الأبناء من ذوي الهمم ومرافقيهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لرفع روحهم المعنوية كنا للأسف بنعاني معاناة شديدة جداً وحامل هم كبير قوي إن أنا أطلع لابني المعاقدة شهدت الجيش فمش عايز أقول لك ماذا السرور وماذا السعادة إلا أنا لما سمعت إن الجيش هو اللي حيطلع علينا الشهادة دي كنت في منتهى السعادة منتهى الاحترام في التعامل ومنتهى الاحترام في تقديم واجب للناس دي أنا بشكر إقدارة التجنيد إن هم قرموا عينا وبسطوهم والحمد لله هم مكواسين معنا خلصوا الله أنا مفسوطة جداً جداً والله بالسعادة فخانة الرئيس عمله يشكر عليه وعمله مع عزيزة والاحترامات الخاصة ما أسرش معنا في أي حاجة وبالنسبة للجيش يعني أنا فخورة جداً جداً بالجيش عمله ما أسرش معنا في أي حاجة بيأخذ الأولاد من إيديهم يدخلوهم لحد فوق واللي هم عايزين يكونوا عملوهم وكفاية كمان الحفلة اللي هم عملوها فرحوا الأولاد بيها جداً جداً شكراً أوي شكراً أشكر سيادة الرئيس وأشكر الجيش وتحية مصر طبعاً بشكر القيادة السياسية بشكر الجيش المصري اهتم بولادنا والتجنيد كان سهل جداً كل حاجة كانت في مكان واحد وربنا يخللنا جيشنا المصري العظيم خير أجناد الأرض أنا فرحان أنا مكسور تحية مصر